أنا سمعت كمان حاجة يعني برضو من الحاجات وهي يعني أنت أضفتي عليها وهي يعني أهلينا في الريف فقلت إنه في الريف بيوتهم أبسط وهم يعني يعني بيعيشوا بطاقة أبسط بكتير مننا لأنه بيختاروا ألوان بسيطة والبيوت بسيطة يعني يعني مش هايزة أقولك التكنولوجيا بتقل قوي عندهم ما بيبقاش عندهم حاجة يعني هنا مثلا هي ده بيت ريفي بسيط جدا وجميلة شكده لما بروح النوبة والصعيد والناس بترتاح في بيوتها الخضار أو الزرع كل ما يكون موجود في البيت يكون أفضل طبعا وأنا بنصح الناس بلاش الصبار يا جماعة بلاش الصبار بلاش الصبار بلاش الصبار إيه الصبار إيه مشكلة الصبار الصبار دايما معروف إنه هو بينمو في الأماكن المهجورة تمام اللي مفهاش حياة اللي هي الخاربة اللي فيها خراب فبلاش الناس تاخدوا في البيوت فبلاش إن إحنا نشد طاقة الصبار ونحطها جوا البيت الصبار في المقابر ماشي الصبار بتلاقيه مثلا في الأماكن الصحراوية الخاربة اللي مفيهاش طاقة لأنه هو كمان يتحمل ده يتحمل ده مش عالي ده في البيوت فإحنا ضد الموضوع ده في العلم طاقة المكان إنه هو مش مفضل على الإطلاق وجود الصبار حتى في البلكونات ورود عادية وحاجات يعني نباتات ورقية حلوة لبلاب أي زرح خضرة جوهنمية لذيذة كان فيه صورة كده يعني مثلا هنا دي بلكونة نحن كنا بقول بقى عارف المصايف بقى الناس اللي ما طلعتش مصيف أنا بقول لهم يا جماعة فرفشوا البلكونة دي على فكرة البلكونة متقفلة ودي نقطة مهمة يعني لو ناس الظروفهم ما نفعتش يقدر يغير البلكونة بتاعته يقدر يغير البلكونة بتاعته وتبقى مصيف يعني الصورة هنا شايفة ألوان حلوة بلكونة بسيطة ومهما كانت بسيطة يعني شوف ألوان رابعية فيها فرحة فيها إشراقة فيها تفاؤل مفيش ألوان غمقة ممكن الواحد يقعد فيها يشرب كوبايت شاي مبسط يتكلم فيه داخل شمس الألوان الدقيب تأثر على تقدم طبعا الألوان مهمة في حياتنا جدا الناس اللي بتميل للكائبة هتلاقيهم بيميلوا لاختيار الألوان الكائبة زي اللون البنفسيج الغامق زي اللون الأسود زي اللون الأحمر قاتم فدي من المشاكل الكبيرة اللي بتواجه المسكتين بس مثلا أنا هسألك سؤاله وقل لك مثلا في الشتة يعني أنا الوقت سيلبس ألوان فاتحة لأن أنا بفصل الصيف بس في الشتة مثلا كلنا بنلبس الألوان دي هل هي متمشية مع الشتة فيبقى تمام لا أنا بتكلم عن ديكور البيت يعني ديكور البيت يعني البيت اللي أنت عايزاه براحتك بس كل ما تكون الألوان مفرحة في البيت مبهجة بتنعكس على شخصيتك وتأثر على البيت يعني احنا كلما بسافر لأوروبا تلاقي ستات عواجيز بقى ستين وسبعين سانة وكده ولبسين كل الألوان اللي تديهم طاقة تديهم طاقة جميلة وتفاقل وإشراق الألوان الكائبة احنا بقولك ألوان غمقة بتخلي حيات النسان غمقة شوي حتى كمان بيته يعني أنا بفضل الناس اللي هي بتحط اللون البنفسيجي بكثرة مش مفضل ليه؟ لأن اللون البنفسيجي عبارة عن نون أحمر ناري ولون اسود مائي تزاوج الطاقتين دولة مش مفضلين مش مفضلين عشان كده اختاروا البنفسيجي أو لون البنفسيج للجنائز صح فيبقى لايق على الحالة حالة الحزن وبيعمل نوبات كتير من الحزن والإكتران البيت لو ألوانه مش مظبوطة يعمل خلافات طبعا 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 يعني الناس تسمعي دلوقتي اللي عندهم ستاير أحمر في سود أو كنب أحمر في سود عارفين إن فيه مشاكل زوجي أنا متأكد أحمر في سود فيه مشاكل زوجي والناس اللي عندهم بيج مثلا لا جمال لزراف ما عندهمش يعني يعني مثلا عندك دي صورة مثلا وليلي انطباعك إيه هنا بصي صورة جميلة جدا الانطباع هنا مفرح جدا ألوان لبني ألوان مبهجة ألوان جميلة ما فيش اللون الداكن الموجود خصوصا المكان ده على البحر فحلوة قوي قوي إن انت تختاري الألوان البلو اللي هي الألوان الزرق الفتحة لون السلامة لون البحر